لو أنا مع بحرقشي حلو أعرف منين هل ده أنسولين أو قوة أنسولين ولا غودة درقية ولا فيتامين دي يعني أحدد إزاي الأمر ده وتبعه إزاي يعني بشكل علمي ودقيق التحليل والأعراض اللي احنا قلنا عليها أو المؤشرات نبدأ نحدد عليها الشخص ده عنده مقاومة إنسولين أو لا طيب هل أنا وزني زاد في الفترة الأخيرة برضو من الحاجات اللي ممكن تقول أن أنا عندي مقاومة إنسولين بنسبة 80% لـ 90% من الأشخاص اللي بيبع عندهم زيادة في الوزن وخصوصا لو مكتسبة في وقته صغير يشك أنه عنده مقاومة إنسولين السيدات والبنات اللي بيبع عندها تكاوسات مبايض ممكن يبع عندها مقاومة إنسولين وده ممكن يتعالج يعني الشراها في أكل السكر أو الحاجات اللي هي بتدل على مقاومة هل ممكن علاجها بدواء أو كده لوقف التضاور الرئيسة وليه بيحصل مقاومة إنسولين يعني إيه اللي بيخلينا نخش في القصة دي؟ طبعا الحركة اللي بدأت تقل ما عدناش بنتحرك زي الأول مجهودنا الحركة أقل كنت معتد أن أنا بمشي عشر داية ربع ساعة كل يوم قلت الشغل المكتبي بقيت أعود فترات طويلة ما بعملش أي مجهود بقيت أميل إن أنا أكل نشويات بسيطة وسكريات بصورة أعلى بقيت أكل عيش اللي هو العادي اللي هو الكايزر والفينو والبتاءو والعيش الأبيض ما فيش فيه الحبة الكاملة الردة اللي بتقل معي إمصاصة سكر بسرعة إن أنا أكل نسبة سكريات أعلى وخصوصا الكحك والبسكوت في العيد واللي دخل علينا بعد رمضان والحلوية بتاعت رمضان الناس بدأت تفرض فيها كتير فممكن يعمله التهاب أو مقاومة إنسولين فناخد بالنا من القصة دي طبعا إن إحنا بنأكل وجبات سريعة فيها نسبة دهون مشبعة أكتر بتعمل مقاومة إنسولين لإن بتعمل خلل المواد الحفظة اللي موجودة في الأكل وخصوصا المعلبات كترها واللي اعتماد عليها بيعمل مقاومة إنسولين كلنا تقريبا عندنا مقاومة إنسولين عدم تنظيم مواعيد الأكل من الحاجات المهمة جدا في تحديد مقاومة إنسولين وعلاجات ما فيش حد بيقدر يعمل الكلام ده في مواعيد الأكل الأجانب عندهم يعني بالساعة بعد الساعة الفلانية ما بيقولش في المعادل الفلانية اللي بيعمل فتار حال المصريين من عددهم الغذائية هذا الأمر ودي من الحاجات المهمة لو أنا دخلتها في حياتي أنا أتعود عليها زي الشغل بتاعي بالزبط لو أنا ربطتها بمعيد أكل المعيد الأكل بمعيد شغلي بمعيد صلاة بمعيد حاجة مرتبط بيها في الحياة بتاعتي أنا خلاص بقي تأكل في معادل معين وسبحان الله لما بتحدد معادل أكلك بيبدأ مخك يبرمج الجسم إنه مش هيجوع ولا هيكل غير في المعيد السابتة دي بخلاف لو أنت متغير في معيد أكلك أنا بفتر نهارده الساعة 9 وبكرة فترت الساعة 11 وبعده الساعة 1 الضهر الجسم مش هيفها ما للموقع هيفها فبالتالي أنت بتدخل معادتك أكل في معيد متغيرة جسمك هيدي إشارة أو المعادة هتبعت أنا عايزة أكل في المعادة ده فبالتالي يبدأ الجسم ما يتعودش إن فيه أكل في معادة سابت فيبدأ يضطر إنه هيكل أكتر أو إنه هيكل واجبته وبالتالي في المعادة التانية اللي هيجوع فيه هيلقت دي عايزة حاملة صحية دي يا دكتور هيلقت ما هيدي النقطة هتلاقيك بتلقت في حاجات غلط بسكتاية كوباية عصير حاجة كلتها غلط وإنت ماشي الحاجات دي بتحطلني هي بتخليك ما تخسش دايما أنت عايز بس مش هتزودك لو أنت متابع نظامك زي بس مش هتخليك تخس ويعمل ثبات وزنة إحنا بنقول عليه